أسيس مش عارف وانت بتتكلم يعني حسيت هيك في مقياس في كده يعني أنا بترجعت تذكرت كلمات الرب يسوع إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تحكي على ثمن تحكي على تضحية ولكن إن ماتت تأتي بصماري كثير فهل هذا هو مبدأ يعني فعلا نعيش فعلا عشان أكون مثمر عشان يعني أنه أنا أموت عن ذاتي وأموت مع المسيح الحقيقة كلام في محنة 12-24 إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها تبقى وحدها لكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير والحقيقة إنه لم يحدث على الإطلاق إن شخص كان مثمر في حياة المسيح في حياته مع المسيح إن لم يموت عن الذات بالفعل وأنا دائما بقول الكلمات الأديمة دي يا سيد نزار في كل قلب عرش وصليب عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب عندما يكون المسيح على الصليب تكون الذات على العرش وعندما يكون المسيح هو السيد على الحياة حينئذ حياة المسيح فينا تثمر وثمر الروح القدس يسمر بينما الحياة السهلة الرخوة الكسلانة الرتيبة حياة الأخذ اللي شعرها كم تعطوني وأنا أسلمه لكم تختلف عن حما قالوا بطرس ليس لي فضة ولا ذهب لكن الذي لي فإياه أعطيك ونالنهاردة بدعو كل خادم فينا وكل مؤمن حقيقي بالرب يسوع أن ليتك تطلب من الرب يا رب لا أنا بل أنت يا يسوع ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص حياة السمر هي حياة المسيح فينا الروح القدس فينا يسمر محبة فرح سلام طول أنات لطف صلاح أمانة وداعة تعفف دع المسيح يسود على حياتك أثبت فيه من خلال الكلمة والصلاة والشركة والشهادة وحياة الطاعة وأنت سترى حياة مثمرة شاهدة للرب يسوع فالرب يسوع طلب مننا اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن وروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر